جبناها المغسلة قررت قرار بما ان الكلقال الديزل يحرق ومدري ايش خلاص بنكر عليها موية وصابون تقريبا ثلاثة الى اربع مرات وان شاء الله تزيد شوف هاد الجهة اللي فيها مشكلة لكن هنا امور زينا يا اخي خلح لالله بايش خلح لالله تونس بعت لينيا قبل تنتهي دنياك على ويش نفسك كل يوم ازعلها ترى ما انت مكلوف بهاذا ولا هذاك ما هي شغلتك غلطات غيرك تعدلها لا انت كذا طغيت انت بتاخذ قلب بطارق انت شكلك عرفلي يا جماعة الخير انفعي جرس التنبيهات هذا الصح انت شكلك خدت الكلمة ورميتها تخيل بطارق شكل على هلي بس مايجي بس مايجي اي موتر حوض مايجي علي سيره هلي شاص شاص ردك تندرا رابتر مايجي علي ابت كلش انا حق جيوب حق موتر سبورت ايه انا معك اصفقلك بعد بس موتر حوض مايجي حاب اقول لكم انتم المبروك مبأنا لان هذا الحساب حسابكم لان انتو اللي اشتغلت فيه انتم اللي كبرتوه انتو اللي نشرت المقاطع حربيا حب اشكركم على كل حاجة لكل شخص ضافني في جميع التواصل الاجتماعي يعني قبل السناب كان عندي حساب في اليوتيوب وما زل موجود فيه 2.700.000 الحمد لله دخلنا السناب وكسرنا الرقم وصلنا مليون والان دخلنا رقم جديد اللي هو مليون مئة ثلاث انا اللي اقول لكم وفوك لكم تستهنون كله والله العظيم كان بباله وكان بباله يجي 2007 ستاندر اشوي ووقسم بمن احل القسم اني كنت ناوي عليه وباخنه خلاص لكن مدري وش اللي غدني اللهم ما اجعل بلا برفيله ما تدرون لكن والله انه موتر والله العظيم ما ادري وش اللي جايني لكن شكل بصير هك دبابات بقرص مرابطر بيدخل على ريس فجأة باخذ لي كوزاكي فجأة باخذ لي هاي بوزة ما تدرون زمن ش صير ممكن نخلص من الدبابات نلف على المواتر الله يكتب اللي بيه الخير وخلي للحرير اللي على مدري والله الموضوع عندكم الدباب موجود والجرفات موجودة وما جربناها والموتر موجود بس باقي نسوي كده وندق سلبه ونمشي بس كانكم تنبون الصدق والله الاجواء صايرة حر وزيادة يعني قبل همس عصور ساسبه الي ترضي حرر ربعين لكن ما ما يمانع لا والله شوفوا الموضوع مو كده هي المراه يقصرون بس انا صاير ما اعتمد على حد ليه لانا جتني فترة انتكبت فيها باختصار واحتشت اني اطلع الدباء وطلعت مع شخص اندليت باختصار اندليت الله ليه يحجني لحد اصمه ثرمه لو يشب حلالي والشخص ذاك بان على حقيقته والله ما زعلت عليه ولا حاجة ولا سويت شي بالعكس خلاص بس انا انكبت في داخلي ومسكت اطلع بالدباء لان مريت اسبوع جماعة الخير ما ساوي ما ساوي مصيبة تلحق مصيبة قد قلتها لكم وماني بعارف اطلع في ذا الدباء والمصايب تتراكم فوق راسي الحمد الله حليتها كلها وزانة موغي وربي السرخ الحمد الله لكن خد قاعدة والله لا تعتمد على احد اعتمد على نفسك انا قلت لك كلمة لا تعتمد على احد اعتمد على نفسك ليه قلت لك ذا الكلمة خلنا في السرها لك بشكل بسيط اذا بتنتظر احد تسوي لك شيء انت بغاه والله بتنتظر كثير اما لو تعنيت ورح تسويت ذا الشيء الاقل عندك يقين انك بتسويه وواثق ان هذا الشيء بصير اما اذا وكلت احد يسوي لك شيء بتكت تفكر وتهوجس وفي الغالب ذا الشيء ما راح يصير يلا عاد بدت التحريات ما تعرفونه ما تعرفونه مو من الاستراحة اصلا ولا قد صورتها ولا شيء خلاص قبل الصرفة ما يبزع لنا انا ما يبزع لنا خلاص يا عيال انا جاي فضفط لكم وانا بنلف وندور قلت لكم ما تعرفونه خلاص خلاص ما زعلت عليه اليومكم اتواصل معاه والامور طيبة بس خلاص كنساته ما عاد اطلب بنا شيء بس هذي السالبة طيب اليوم كرفنا لينقلنا عمين انا جوقت نومي انا نام واحدة ونص واحدة واحدة بس باخذ العاشة انا اوه باخذ العاشة وبإذن الله برجعنا كربت قلني لو تصلني هذه التعليقات هههه تقرب يا الله لا يخليني منكم يا الله اقسم بالله كلامكم عسل وانتوا عسل والواحد ما يدلين عشي بدونكم أتكلم صاد أقدر والله العظيم شو الكلام الطيب الجميل ما تدرون قد إيش يأثر على الشخص يعني يعطيكم العافية الصدق والله العظيم يعني الحمد لله وين سنين 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 أقسم بالله أشنا معكم موقات كثير والله جتنا إياب أنا والدستور النام نقوم اليوم الثاني نكمل المقطع الحرفين كنا نكرف والله العظيم أقول الحمد لله الحمد لله نربي خلانا نكسب أشخاص جميلين مثلكم يا الله يا عم قول السوال لازم يقول بي مم لازم يا ربي أعلمكم بأشي بس ما أبي خلاص ما أبي هذا يوم فضلت لكم هم مسكتك دابوت عربون من عادي عادي خلاص المور طيبة شب تطقون أنتم اللي أتمنى أنكم استفدتوا بس من الكلام اللي قلته ما أنه بسيط واضح واغلب الناس يقولوني يعني مو كلام جديد بس لو تدقون فيه يعني كويس ينفعكم بعض المواقف يعني صلفنا كثير اليوم ما عليش أثار النوم يا راك بلي لا ركب شكت السيل يطري علي منه طوالي طوالي